تام عندي كلام أزمة بعد أزمة ومشكلة بعد مشكلة ويوم أصعب من يوم هاي حياة أبناء الشعب بكل وضوح الشعب وصل إلى نقطة الهلاك وشبابه والله العظيم تقتل نفسها يومية ومحد مطمئن اللي حاصل على شهادة يبحث عن مجال عمل يخلصه من آفة العوز والجوع وأبو العائلة هدايخ بعيشته وإشلون يوكل أطفاله وهو مهدد يومية أنه يقطعون عمله بسبب الأزمة السياسية وحتى أبو المال والله العظيم ما مطمئن بعيشته لأن ما يحز بالأمان وطبيعي كلش تجي عصابة تخطف أحد أطفاله وتاخذ منه فدية من الأموال كل شي تحس بهذا البلد يمشي بالعكس والله العظيم يمشي بالعكس شباب بلا مستقبل بنات خلصة حياتهم بين عنوسة وبين طلاق أو حتى ضياع ومشاكلنا كل شي هوية الله يساعد المواطن على حياته العصية تصبحون على وطن آمن في أمان الله